بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته نتواصل معكم في هذه الحلقات حول الثورة الحسينية وبين السائل والمجيب وقد تطرقنا في الحلقة السابقة عن قضية إشعال أو حفر الخندق وإشعال النار ونوهت إلى قضية أن الإمام لما لم يبدأهم بالقتال أو لما أخر القتال ممكن أيضاً يعني السؤال مشابه إلى هذا السؤال لما أخرهم إلى اليوم العاشر حينما جاء أصحابه بن ساعد عليهم لعانوا الله والإمام طلب أن يؤخروا إلى اليوم العاشر من شاري محرم أن يعطوا هذه الليلة ليلة العاشر ويكون القتال في الصباح طبعاً أحبتي تعلمون أن الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً إنقاذ الأمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء باعتبار أن هؤلاء جاءوا لقتال سيد شباب أهل الجنة وقطعاً ولا ريب ولا شك أن مصيرهم سيكون النار والإمام من باب الرحمة الإمام لا يريد أن يكون سبب لأن يكون هؤلاء في نار جهنم والعاذب لله نتج ما يقوم به من قتال وينم عن جهل جهل واضح وتضليل إعلامي بحق هؤلاء فالإمام لا بد أن يبين هذا الأمر لهؤلاء الذين ظللوا إعلامياً والتضليل لا من أين يكون باعتبار أن والعاذب لأن الإمام قد خرج على الحاكم خرج على السلطان لذلك استحق القتل وإذن هو خارجي ووقع هؤلاء بعض الشخصيات حباً للمال وقعوا على هذا الأمر فالإمام الحسين صلى الله وسلم عليه أولاً أخر هذه القضية إلى يوم العاشر من شئر محرم وقال أنني أريد أن أصلي لربي وهو يعلم أني أحب الصلاة هذا أمر يخص الإمام الحسين أنه يريد أن يصلي يريد أن يقضي هذه الليلة الأخيرة في هذه الدنيا متوجهاً إلى ربه ولكن أحبتي أكو قضية بعد أبعد وأعمق أن أصحاب الحسين وعلى رأسهم أبو عبد الله الحسين حينما بقوا تلك الليلة وكان لهم دوي كدوي النحل أولاً بيان أمام هؤلاء أن هؤلاء ماذا يصنعون هذا الدوي القوي كدوي النحل نتيجة العبادة ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد لذلك يقولون أن قرابة عشرين مقاتل من جيش ابن سعد انتقلوا إلى صف أبي عبد الله الحسين إذن هذه الفائدة التي أرادها الإمام الحسين طبعاً فضلاً عن الصلاة وتوجهه إلى الله ولكن حينما يسمع المقابل يغير فكرة وإلي طبعاً إلي عنده لب وعنده حقل ولكن هذا الذي تغلب إبليسي والإمام قال لقد استحوذ عليكم الشيطان استحواذ استحواذ مشكلة هذا فأنساكم ذكر الله العظيم ومن أعظم مصادق ذكر الله هم أهل البيت فتباً لكم ولما تريدون إنا لله وإنا إليه راجعاً وفي اليوم العاشر حينما منع صحاب هو أن يبدأوا بالقتال حتى يتكلم حتى يوجه حتى ينصح لأنه هؤلاء مضللين إعلامياً أنه من هذا قد لا يعرفه لذا كان الإمام يكرر أولاً جاء بالحج أنا ابن بنت نبيكم ما في المشرق والمغرب ابن بنت نبيين غيري فيكم أنا وأخي قال فينا رسول الله الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة إذا سيدة شباب أهل الجنة كيف يقتل؟ هذه عمامة النبي هذه جبة النبي يضع المصحف على رأسه حتى يعرف هؤلاء عن شخصيته المباركة وحتى لا يكون بعد هناك حج لأي واحد بعد ذلك أن يقول أنني لم أكن أعرف لم أكن أعرف وكنت أجهل فالإمام بيّن حتى تكون لله والرسوله ولإمام الزمان الحج البالغة يوم القيامة أنه أعرفهم وبين لهم ولكن بقوا على غيهم وعلى عتوهم وأنهم قد قتلوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذلك حينما كان تأتي السيام كان الأصحاب يتراجعون لأن الإمام نهاهم عن البدء بالقتال إلى أن جاء ابن سعد ورمى تلك الرمية المشؤومة قال اشهدوا لي عند الأمير ابن الزياد أني أول من رمى فتلت السيام بعد ذلك فقال الإمام أوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه فقام هب أصحابه بعد أن جاءت السيام وهذه كانت نداء وعلامة وهبوا وكان ما كان من الجهاد والقتال في سبيل الله وتحت راية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلنا الطيبين الطاهرين